من حوالي شهر عرضنا لحضراتكم تقارير للصحف الفرنسية عن عرقلت واشنطن صفقة جديدة لبيع طائرات رفال لمصر بسبب ما قيل يومها عن مخاوف أمريكية من حصول القاهرة على تكنولوجيا صواريخ كروز الفرنسية ذات المكونات الأمريكية رئيس شركة داسو الفرنسية المصنعة لطائرات الرفال قال النهاردة أن المسألة حساسة جدا لأن هذا عقد بين حكومتين وأنه في حالة وجود ترخيص يكون الموضوع بالكامل مسؤولية البلد المصنع للطائرة وحكومة البلد المصنع للمكونات وده معناه أن فرنسا هي الملزمة بحل المشكلة وأن مصر مش طرف فيها من الأساس